ليس لأهله إلا الدخان الملوث للهواء وللغرباء وسماسرتهم المحليين مردوده المالي إنه الذهب الأسود المسروق علنا من قبل مافيات الفساد في أيام العراق السوداء على مدى سنين الغزو العجاف تحول النفط العراقي إلى غنيمة استثمارية تتقاسمها الشركات الأجنبية مع سماسرة محليين أكثر من تريليون دولار جلبتها إرادات النفط للعراق على مدى عقد ونصف لكن أين أثرها على البلد المدمر والشعب المنكوب؟ النائب كاظم الصياد يجيب عن ذلك ويكشف حقائق خطيرة عن شركات نفط وهمية عقدت كبرى صفقات الفساد مع مسؤولين في الحكومة إحدى تلك الشركات أوناءيل المملوكة لعائلة إيرانية والمتهمة بعمليات نصب واحتيال في الكثير من دول العالم ووصلت إلى مصدر القرار في العراق من خلال سماسرة مكنوها من إجراء مناقصات استثمارية نفطية بملايين الدولارات قضية شركة أوناءيل التي بدأت تتكشف يوما بعد يوم تحيل إلى عمليات فساد أخرى في قطاع النفط أحدثها ما كشفته شركة نفط الجنوب أن 500 ألف برميل من صادرات نفط العراق تسرقها يوميا شركات نفط أمريكية وبريطانية وتفصل شركة الجنوب أن خبراء تابعين لشركتي أكسون موبيل الأمريكية وبيبي البريطانية تتلاعبان بعدادات تصدير النفط وتسرقان كميات كبيرة من النفط العراقي لافتة إلى أن حجم الأموال المستحصلة من تلك السرقات تقدر بنحو 400 مليون دولار يوميا ليس هذا كل شيء لجنة النفط والغاز النيابية تكشف بالأدلة والوثائق أن العراق خسر أكثر من 50 مليار دولار جراء جولات التراخيص النفطية هذه ليست مجرد معلومات إنها تدوين لسرقات دم الشعب العراقي وقوته تؤرشفها الأيام لتشهدها الأجيال المقبلة لعلها تستطيع محاسبة الجنات